تخيلوا معي أم غريبية من مدينة مكناز صفات هالجوج دي الولداتها وقرداتهم طراب طراب أم غفلت ولدها وضربت بشاقه للراس وضعته أهم دي اخته قطعت تتين وجمعتهم في ميكات كحلين ووضعتهم في حقائق بلاستيكية وكي تهنى منهم في مرة صفتت واحد الصاكل المراكش والصاكل الثاني الكازا وخرجت لتخلص منهم بكل هدوء والسبب على شدرت هذا الشيء هو واحد المشكل الذي كان يعانيه منه في المجتمع دينا يقدر أنت أولا أنت اللي كتفرجوا فيها كتعانيه من هذه المشكلة لهذا تفرجوا في القصة من الأول حتى للخر لأنها فيها واحد العبرة كبيرة لكن قبل ما نبدأ وبغيت نشكركم كاملين الناس اللي كيسولوا فيها فين غبرت هاني رجعت لكم إذن ما تنسونيش بالتفاعل دي لكم هو كل شي بالنسبالية القصة دي لنا غدي تبدأ من مدينة مكناز وبالضبط مع العشرة ديال الصباح نهار خمسة في شهر سبعة الفين وتسعود داك الصباح كانت الحرارة ديال بالصح والدنيا خاوية البوليس جاءهم اتصال باللي تلقاو جوج ديال السكان كبار لكن ما لقوه مش في نفس البلاسة واحد الساك اللقاوه في واحد الزنقة واحد الحمام والساك التاني تهو واحد الحمام ولكن في الزنقة التانية هنا البوليس نتقلوا العين ما كان بالزربة ومحاهم شرطة تقنية اللي غيتكلفوا ويشوفوا هدوك السكان شنو فيهم ليكون فيهم شو متفجيرات ولا شي حاجة خطيرة للناس ولكن داك شي اللي يلقاوه ما كانوش ضربين ليه الحساب مع حلو الصاك الاول لقاوه بنادم مقرد طراف طراف مش هو الصاك التاني وحتى هو كذلك فيه بنادم مقرد طراف طراف وهنا عاد بدو الخدمة ديال بالصح والتجمعات الجوقة ما فهموا والو واشتصفية حسابات ولا شنو هزوهم باش يدلوا لهم بترح الطبي وعرفوا الهوية ديالهم وكيفاش يصطفوها لهم واول حاجة عرفوها ان جوجتها لولا ديالبنت وجوجتها التانية دا الراجل لكن ما لقاوه مش مكمولين اللي بنت لقاوه غير نصف الجسد ديال هالفوقاني والراجل لقاوه نصف الجسد ديال والتحتاني وهوما باقين في تحريات ديالهم جاهم اتصال باللي تلقاو جوج ديال السكان اخرين لكن ماشي في نفس المدينة لقاوه صاك واحد في مراكش والتاني في الضار البيضاء وكانه ملك مالا ديال هادل جو تتهدو من اللي اخدوا البصامات والضيئن ديالهم عرفوهم باللي هم اخوت وقدروا يتعرفوا على العنوان فين ساكنين ومشونيشا لدارهم معتقوا الباب خرجت لهم احد سيدة كبيرة شوية في العمر غا تكون عندها ديالك خمسين سانة قالوا لها معك البوليس واش كتعرفي فلان وفلانة قلت لهم اي هادوك ولادي قلت لهم رشيد التيام هادوهم مغابرين وكان صنع لهم ولكن كان القتل فنات ديالهم طافين قالوا لها واش ديكلارتي بالاختفاء ديالهم قلت لهم صار حلا ما ديكلاريتش هنا البوليس قالوا لها الحقيقة قالوا لها بلولادك لقناهم مقرضين ولكن البوليس اتغربوا فيها حيث هاد السيدة ما تصدمات ما بكا تموالوا قروا انهم يدوها معهم الكوميسارية باش يحققوا معها اكتر حيث كتبان لهم هاد السيدة ماشي هي هادك ولكن اجي وبعدا نعرفكم على هاد السيدة اللي هي الام ديال هاد الخوت الام كانت مزوجه في مدينة الناظر وتم في انتزادو هاد الوليدات اللي يتلقاوه عندهم جوج خوت اخرين يعني ربعا ديال الوليدات جوج بنات وجوج دراري دزد واحد المودة وتوفز زوج ديلها وبقت هي اللي مكلفة بطربية دوك الابناء وبحكم الدراري باقين صغار قررت ترجع لبلادها في انكبرات اللي هي خنفرة سيدة هنا شدت طريق ديال الضعارة وصهر الليل وقدوز الحباسات شفت ان الوليدات غادين وكيكبروه هي معروفة شنو كدير تمها خافت ليكبروا الوليدات والناس بقواعود لهم شنو كان تكدير لام ديالهم وهنا قررت جمح وجهه وتهز وليداتها وشدت طريق التوارقة وتم استقررت عشين عادي والوليد كبروه هاد البنت اللي تلقت مقردة تعرفت على واحد الخالج ومشيت معها الامارات وطلت فيها مزيان ودرت فلوس صحيحة وضبرت علاقتها حتى هي ومشيت عندها البنت اللي مشت في الاول رجعت للمغرب وجبت معها فلوس كتير واول حاجة درتها هي شرت ضرب سميتها وشرت له انضلخوها باش يبقي يخدم بها لبقى اجي ونرجعوا من اللي يدوها البوليس للكوميسارية شنو بدروا معها اللي كيسولوها هي كتتهرب لهم وكانت قاسحة بالزاب ولو بغت تعترف لهم بشي حاجة لكن البوليس ما بغوش يتفكوا معها لانهم عارفين فكر شالعجينا بالاخير بدت كتبكوا وكتعاود لهم قلت لهم غنعاود لكم كل شي ملو وحتى الاخر قلت لهم بنتي من اللي رجعت من الامارات شرت لينها الدار هذي اللي احنا ساكنين فيها دابا اخوها ما كان خدامه ولو كان غير كيسكر وكيتحشش والمضاربات قلت لها انا غنشري للك الهوندا باش تفقد تحرك بها وفي نفس الوقت كلها شهر عطيني شوية حتى تردلي فلوسي كاملة ودك شي اللي كان شريت ليه هوندا والسيد بدأ خدام شهر الأول شهر ثاني شوية الحركة بدأت تنقص شوية بشوية وفيما تقول لي اختيو عطيني الفلوس ديالهات الشهر هذا كي يقول لها باللاتي شوية يرى الحركة ناقصة دابا وهي تقول لي انا هطلو هوندا غنبي عاقع وانتنو من هاد المشاكيل هادو ولكن اخوها ما خلهاش وقال لها والله ما تبعيها المهم دا ستيامات هزه هوندا دياله ومش تقدى بها الشراب جابوا للدار ودخل بيدياله واستغل الغياب ديال الأم وانقلسات مع أخته حتى هي وبدو كيسكروا بجوج ما بقع عارفه وش اخته ولا صاحبته ولا شي وحده اخرى وانتو ما عارفين شنو غيوقع في ديكل اللحظة الدرين عس مع أخته هنا دخلت الأم حلت عليهم الباب لقاته ناعس مع أخته فالأم هنا شنو دارت سدت عليهم الباب ومشت عند صحباته باش تقصر معهم وقعمة مصوقة لهم بحل ما كينوالو لغدلهم على العشر ديال الصباح فاقت ولبست حويجها وشدت طريق لدارها مع حلت الباب لقات والدها صفاها الأخته وقال سكي يقرد فيها الله بغت تغوت قلليها يلغوتي غنت بعكليها سكتينة وهي تهز واحد المقدة وجاته من اللور انزلت عليها للراس في البلاسة طاح وكملت الخدمات اللي كانت يدير ولدها بدأت تقرد فيهم بجوج فصلت البنت مزيان ودازت لي حتى هو وجبدأت لهم المصارن وكبدأت لهم وقرداتهم مزيان من بعدها بطعتهم في القوادس وخوات عليهم الماء والرجلين والراس ودات كاملة اللي قرداتهم وجمعتهم في ربعا ديال الصيكان تخيل معايا ولداتها من الحمى ودمها دارت لهم هاد الحالة هادي وباش ما تعيقش بقات حتظله من الحال خرجات الجو الصيكان لولين داتهم لي واحد الحمام في الزنقاء لا أساس غير الحمام والفرنات شي هزهدو كالسيكان واللحوم في العافية وزهدو كالسيكان الأخرين اللي يبقاوا واحد صفتتو في التنى المراكش والتاني صفتتو للدار البيضاء بعدما اعترفت ليهم وداروا إعداد تمثيل جريمة في الأخير قدموها لمحكامة وحكمو عليها بالإعداد ده بتخيلوا معاياش حال من الأم أو زوجين كيطلبوا الله ليل ونهار باش رب يرزقهم بالوليدات من بعدما تحرموا منهم سانوات العبرة من هذه القصة دياليوم أن الأم إذا كانت صالحة كن على يقين أن دوك الوليدات أو العائلة كاملة حتى هما غيكونوا صالحين وإذا كانوا الوليدات صالحين إذا حتى المجتمع غد يكون صالح لعونكم